موسيقى 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 نضيف لها كالعادة رشة على الملح ونصف كاس على الزيت هناك يتخلطوا الزيت مع الزبدة راح يجيكم الصابل تحكم يدوب في الفم وعندوا واحد القرمشة وواحد البنة ما شاء الله نضيفوا زوج ملاعقة صغار او ملعقة كبيرة تعالى فاني سائلة وتقدر يتعوضها بفاني بودرة عندي الكاس تاع السكر غلاس او السكر الناعم نخلط الكل مع بعض بالفوة وتقدري تستعملي الباتور في هاد المرحلة باش كامل هذيك الزبدة او المارغارين تدوب مع باقي المقادير وبعد ما تتحصلي على هاد القاوم الكريمي عندي هنا زوج حبات تتاع البيض غادي نضيفهم بالتدريج نضيف الحبة الاولى ونخلط ملاح ومن بعد راح نضيف الحبة الثانية بعد ما تحصلت على هاد القاوم الكريمي كما راكم تشوفوا هنا نجيب الفارينة ونجيب ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلوى انما نقطروش خميرة الحلوى باش ما يطلع ليش السابلي وراح يقعد لي كما راح نقطعه يعني راح يقعد لي على حاله نضيف الفارينة مع الملعقة صغيرة تاع خميرة الحلوى ونبدأ اللم في العجينة التاعي عادي كما مول في ندروه سابلي ولا اي حلوية جافة نتحصل على هاد العجينة المتماسكة نخليها ترتاح لطنين دي باراسي لبلون دو تخافاي ونعود نقول لكم هنا نجيب قطعة تاع ورقة الطهي ولا بلاستيك اللي عندكم في الدار نزيد الرش عليها شوية تاع الفارينة نحط كرة العجين بتاعي ونرشها شوية بالفارينة من فوق نجيب الغلو ونحلها بهذا الشكل نجيب القطعة اللي تكون شوية كبيرة يعني متوسطة الحجم كما هذي ونقطع دوائر نحطهم مباشرة في سينية مغطات بورقة الطهي وهذا هو السمك العجينة اللي نتحصلوا عليها وبعد ما نكمل كامل الكمية اللي تحصلت عليها هنا باش ما تغبنيش لدائرة العجين نجيب القطعة كما هذي أنا خيرت هذي الوردة تقدرو تستعملوا بوشون وتقطعوها عادي دائرية هنا نحسب الحبات ندير نص بنص النص ندلو هذك التقب في الوسط والنص الاخر نخليه كما راح بعد ما تحصلت على هذا ندخلها السينية للفرن يكون مسخن مسبقا ونخليها مدة عشر دقايق الطيب لا اكتر حتى تضي هذيك التحميره من الفوق يعني تكون النار قليلة وشعلة من الفوق ومن تحت وهذا هو الصابل التاعي بعد ما طاب كتخلوه يتحمر شوية يدي هذيك التحميره من الفوق راح يجيكم بنين بزاف يعني ما تخلوش بزاف بيض باش هكذا كيجيكم رائع وهذا هو الطيب التاعو يعني ما نخليش نحرك طبعا من بعد نجيب هذوك الحبات اللي نديروهم من الفوق نحطهم في امبلا بهذا الشكل ونرش عليهم كمية معتبرة تاع السكر غلاس او السكر ناعم كمية معتبرة لازم يدي فيهم السكر الناعم من الفوق ومن بعد نجيب هنايا شوية على كونفيتور او المعجون او مربع المشماش ونبدأ نطلي في الحبة اللي تكون مسطحة يعني ما فيها شو الدقب نعمرها بهذا الشكل في الوسط بلا ما نوصل للاطراف باش ما يخرج ليش في الجوانب المربع ونحط ديلي كاتمو الحبة اللي تجي من الفوق بهذا الشكل كمية معه يديرو بهذا الشكل الكبير وانت اذا حبيتي تديري الوصفة وديريها للدار طبعا صغري الحبة وديري حبيبات صغر يولموك ويولمو العائلة تعك بالمناسبة هذا الصابلي يدير 20 دينار يعني يدير 2000 فراك وزيدوا السألو في المحلات بيع الحلويات على اللي بخيت تعوه يدير في محلات بيع الحلويات اهنا في النهاية انعمر شوية في لابو شادوي ونعمر هادوك الوصف تاع الحبات تاع السابلي وهنا كي ما كنت شوفوا بهذا القطعة قطحت حبيبات صغر للدار طبعا انا من شرح نديرها مشروع برك تحت طالب المشتركات درتكم الوصفة اذا وصلنا الى نهاية الفيديو وهذه هي كيفية اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله وفيتكم الطالب التحكم والى اللقاء في كيفيات اخرى باذن الله